طبعاً التكريم هذا يأتي من نتاج جهود كبيرة لرياضية الإمارات واهتمام كبير من القيادة الكريمة في دفع هذه عجلة الرياضة إلى الأعلى إن شاء الله الحمد لله اليوم اللجنة البرالومبية الإماراتية كان لها نصيب من هذا التكريم وكان عندنا البطل عبدالله العرياني كبطل مميز ذهبي وأيضاً البطل محمد القايد الحمادي وأيضاً هو من الأبطال المميزين وشي جميل أن تلتفت الهيئة الرياضية للأرقام العالمية والأرقام المميزة للأبطال حتى تحفز الأبطال الآخرين التكريم العام للأبطال طبعاً حصيلت نتيجة أعمالهم ونتيجة مشاركتهم في البطولات العالمية ونتمنى إن شاء الله أن يكون دائماً لهم التوفيق ويكون لهم أيضاً نجاحات يكون لها إنجاز رياضي للإمارات والحمد لله على كل شيء أبرز البطولات إن شاء الله بتكون باريس 2024 نحن تقريباً عندنا سبع رياضيين مؤهلين لباريس من خلال منافساتهم العالمية وأيضاً هناك بطولة للرماية إن شاء الله في الهند سيكون هناك أيضاً أبطال يعني يحرصون إن شاء الله على التأهل لباريس 2024